وفد أمني سعودي في صنعاء للمرة الأولى منذ سبع سنوات الهدف المعلن هو التحقق من أسماء الأسرة وفقاً للكشوف المقدمة من الطرفين إلى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في نيسان أبريل الفائت وعلى نحو الموازن أفادت لجنة الأسرة في حكومة صنعاء بأن وفدها سيستكمل زيارته للسعودية بعدما اطلع على أحوال الأسرة وطابق الأسماء كل ما يحيط بهذا الملف يشي بأن انفراجة ما ستطرأ على هذا الملف الإنساني أو على الأقل هذا ما تمناه رئيس لجنة الأسرة في حكومة صنعاء عبدالقادر المرتضى الزيارة واضحة المعالم والأهداف ولكن توقيتها قد يحتمل المزيد فهي تتزامن مع تكثيف مفاوضات تمديد الهدنة في العاصمة العمانية مسقط هذه الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة في أبريل نيسان الماضي لمدة شهرين قابلة للتجديد وتتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده والتي جرى تجديدها للمرة الثالثة فهل نحن أمام تمديد للهدنة التي يعيشها اليمن منذ انتهاء صلاحية وقف إطلاق النار في الثاني من الشهر الجاري؟ التصريحات الرسمية تنفي ذلك لكن ثمت معلومات صحفية تتحدث عن أن زيارة الوفد السعودي ما كانت لتحصل لو لا وجود تقدم في محادثات عمان وهي بالتالي توضع في خانة بناء الثقة بين الطرفين وتذهب هذه المعلومات إلى حد توقع تقدم جدي في الأيام القليلة المقبلة بعدما قطعت التفاهمات شوطا كبيرا في حسم الملفات الخلافية لصالح الحل والضمانات